بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة درس درسنا لهذا اليوم بعنوان منهج الإسلام في معاملة الكفار سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى أنواع الكفار من حيث التعامل معهم سنتعرف على تعامل الإسلام مع أهل الذمة وسنتعرف على تعامل الإسلام مع المستأمنين وسنتعرف على تعامل الإسلام مع المعاهدين وسنتعرف على تعامل الإسلام مع المحاربين أولا أنواع الكفار من حيث التعامل معهم جاء الإسلام بمنهج عادل وشامل للتعامل مع الكفار على اختلاف أحوالهم ومواقفهم مع المسلمين سلما وحربا والكفار من حيث التعامل معهم على أربعة أنواع أولا أهل الذمة ثانيا المستأمنون ثالثا المعاهدون طابعا المحاربون تعامل أهل الإسلام مع أهل الذمة المراد بأهل الذمة أهل الذمة هم المعاهدون على إقرارهم على دينهم وإقامتهم في بلاد المسلمين تحت حماية الدولة الإسلامية التعامل معهم هؤلاء يجب الوفاء لهم بالعهد ما داموا ملتزمين بشروط العهد فلا يجوز الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وحقوقهم لأنها معصومة لا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرى حرائحة الجنة وقال صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ويتعامل المسلمون معهم بيعا وشراءا واستئجارا وغير ذلك من أنواع العقود التجارية أمثلة على التعامل مع أهل الذمة كان لتعامل أهل الإسلام مع الكفار أهل الذمة أثر كبير في دخول كثير منهم الإسلام ومن الإمثلة على التعامل الحسن أولا عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ثانيا عن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شات في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه تعامل أهل الإسلام مع المستعملين المراد بالمستعملين هم الذين لهم أمان كالسفراء والمندوبين ومن قدم إلى بلاد الإسلام للتجارة أو تعليم أو تعلم ونحو ذلك التعامل معهم هؤلاء يحترمون في دمائهم وأموالهم وحقوقهم كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون تعامل أهل الإسلام مع المعاهدين المراد بالمعاهدين هم الكفار الذين يكون بينهم وبين المسلمين عهد على ترك القتال التعامل معهم يجب الوفاء بعهدهم ويحرم الاعتداء عليهم قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين تعامل أهل الإسلام مع المحاربين المراد بالمحاربين هم الكفار الذين يكون بينهم وبين المسلمين حرب وقتال التعامل معهم هؤلاء يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقد جاء الإسلام بأعظم الأنظمة في حفظ حقوق من يقاتل ومن لا يقاتل وسبق في هذا الموافق والعهود الدولية ومن ذلك حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ختاما عزيز الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس تعرفنا فيه على أنواع الكفار من حيث التعامل معهم وذكرنا أنهم أربعة أنواع المستأمنون والمعاهدون والمحاربون وأهل الذنة وعرفنا المراد بكل نوع منهم وعرفنا كيفية التعامل معهم مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا